في التاسع والعشرين من مارس العام الفيو وتسعة عشر نقل موكب تتقدم سيارة مطلية باللون الأخضر وتابوت خشبي مغلق أم تصرخ وزوجة تأن هكذا وصل نبأ وفاة عبدالله مثنى أحد أبناء محافظة حجة قامت الميليشيات الحوثية بتسليم عائلات القتلى توابيت خشبية فارغة تجبرهم على الاحتفال وإقامة ولائم ومراسم دفن وتمنعهم من التحقق من هوية جثث ذويهم أو النظر فيما داخل الصندوق الخشبي تستغل تلك المناسبات لحجد المزيد من المقاتلين وصغار السن للزجبهم في معاركها الخاسرة تحت شعارات طائفية ودعوات للثأر والانتقام مرت الأيام وشهور وعندما وصلت قائمة تضم أسماء أسرى لدى التحالف كان عبدالله مدرج ضمنها مفاجأة لم تتوقع أسرة هذا الضحية وصعق بها الجميع الميليشيات الحوثية قتلت عبدالله مثنى حينما أعلنته في عداد القتلى وأجبرت أسرته على وقد بقايا رفاته الزائفة تحت التراب قصة عبدالله ليست الوحيدة ضمن مسلسل الكذب والزيف الذي تمارسه هذه الجماعة بحق المغرر بهم ممن انطلت عليهم شعاراتها الزائفة ولكن بعد فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر